والجلد أن يبقى في البيوت من أجل أن يصبح الواحد فينا من أجل الجميع إن علينا جميعاً مسؤولية مجتمعية وتحملنا لهذه المسؤولية سوف يجعلنا ننجح هذا مفصل تاريخي يغلفه وباء عالمي يجب أن نجتازوا بأقل الخسائر وقد اجتزنا المرحلة الأولى منه معاً من مواطنين ورجال أعمال ورجال دين وشبيبة ومجتمع مدني وأهلي وأطر تنظيمية وفصائل ومسؤولين وقيادات سياسية وأمنية في الأوقات الملحة والطارئة نحتاج إلى إجراءات مشددة بعض الدول تدير أزمتها بالتجربة والخطأ إن شعبنا لا يحتمل أي خطأ أدرنا هذه الأزمة من بدايتها بشكل صحيح ونجاحنا جاء بحكمة السيد الرئيس وتعاونكم وتفاني كوادرنا الأمنية والطبية والمدنية والوزراء وموظفي الدولة والإعلام الرسمي والخاص ابقوا معنا حتى نخرج جميعاً من هذه الأزمة الكبرى إنني اليوم وعطفاً على المرسوم الصادر عن سيادة الرئيس بتاريخ خمس ثلاث ألفين وعشرين والقاضي بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة خطر فيروس الكورونا ومنع تفشيه واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية فإنني وبعد اجتماعات مطولة مع إخواني في الأجهزة الأمنية ولجنة الطوارئ العليا وبتوجيه من سيادة الرئيس أعلن ما يلي واحد يمنع التنقل بين المحافظات نهائياً اثنين يمنع وصول أهلنا من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة ثلاث يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقاً للحجر الإلزامي وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 22-03-2020 ويستثنى من هذا القرار المرافق الصحية والعاملين فيها على أن يبرز بطاقته الشخصية الصيدليات المخابز محلات البقالة أربع يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوم في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته خمسة تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية ستة يمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعاً قاطعاً سبعة نطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم ثمانية نطالب إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تحمل كامل مسؤولياتها تجاه أهلنا في مدينة القدس ومن جانبنا سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أهلنا هناك تسعة نحمل دولة الاحتلال مسؤولية حماية الأسرة ونطالب بالإفراج الفوري عنهم جميعاً وخاصة المرضى والأطفال والنساء منهم عشرة في ظل مطالبتنا أهلنا بالالتزام ببيوتهم نطالب أهلنا في الثمانة وأربعين بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل احداش تغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديريات الصحة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية والمالية اثناش يتم نشر قوات الأمن الوطني والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية في مختلف المدن ومداخلها حفاظاً على النظام العام وتطبيق كامل للإجراءات ومن يخالف يعرض نفسه لقانون العقوبات التي أعلن عنها ثلاثاش نطمئن أهلنا أن المواد التموينية متوفرة وبكميات كافية أربعطاش تكون مدة هذه الإجراءات أربعطاشر يوماً من تاريخه ونتابع تطور الأحداث يوماً بيوم والله الموفق عاش شعبنا البطل وعاشت فلسطين دكتور محمد اشتيي رئيس الوزراء وزير الداخلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر